أهلا بحضراتكم مين جديد طيب الأهلي خلاص أفل الملف الإفريقي حالياً وأغلق الملف الإفريقي استعداداً لأربع مباريات في الدوري المحل خلال الفترة القادمة في ظل أن فيه 8 مباريات مؤجلة للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية لذلك أذهب مباشرة إلى ملعب التيتش بيك زيرة مع الزميل العزيز شريف شعبان مراسل قناة النادي الأهلي عشان نعرف منه آخر استعدادات الأهلي للمباراة بيراميتز يوم الخميس والنهاردة بالتأكيد الفريب يستانف تدريبات وبعد الرحة السلبية بالأمس استعداداً لانطلاق المنافسات المحلية في الدوري العام مساء الخير يا شريف مساء الخير زميل محمد تحياتي لك وتحياتي لكل جماهير النادي الأهلي في كل مكان طيب عايز أتطمن منك على الاستعدادات النهاردة تمرين الساعة 5 وبكرة أيضاً في نفس التوقيت ودخول معسكر لا جواء عندك في ملعب التيتش وأبرز اللعبين الموجودين هل في لعبة اتصعدت من قطاع الناشئين ولا المجموعة اللي موجودة حالياً وهلا يبقى في روتيشن فترة جاية ولا الجهاز الفني بيفقر إزاي في الاستعداد لمباراة بيراميتز يمكن التمرين بالفعل في الخامسة مساء يمكن في محاضرة الآن فنية مع مستر بيتسو مسماني وجميع اللعبين يتكلم فيها مستر بيتسو مسماني في أول المحاضرة غلق الملف الأفريقي بالكامل عدم الحديث نهائياً عن المباراة عن مكان المباراة عن تقديم المباراة أو تأخير المباراة عن تغيير الدولة كل اللي بيتقال في سوشال ميديا إغلاقه تماماً والتركيز فقط في المباريات المحلية التركيز فقط في مباراة بيراميتز اتباعاً بعد مباراة بيراميتز التركيز على الحصول على الثلاث نقاط في كل مباراة اعتلاق قمة الدوري المحافظة على لقب الدوري يمكن في محاضرة فيديو لفريق بيراميتز كل لاعب لي الفيديو المخصص لي على شخاطر زاكر واجبات مركزه مطلوب منه في مباراة بيراميتز من النهاردة تحذيرات شديدة اللهجة من مدير القرى الكابتن سيد ومستر بيتسو مسماني التركيز ثم التركيز فقط في المباريات المحلية وعدم الحديث نهائياً عن المباريات الأفريقية قبل بداية المران كان فيه المسحة الخاصة بمباراة بيراميتز يمكن المران لسه ما بدأش لسه اللعبين مستمرين في المحاضرة هنعرف بعد خروج اللعبين مين اللي هيشارك في المران مين اللي ممكن يبتعد عن الإصابة احنا ممكن سبعين انه فيه كلام عن وليد سليمان لسه مدة الغيابة نعرفها اما نتكلم مع الدكتور أحمد أبو عبلة كل الكواليس دي هتتضح فيه خلال ساعات ولكن المؤكد ان وليد سليمان خارج مباراة بيراميتز هيكون في روتيشن فيه الأربع مباريات المقبلة مستر بيتسو موسيماني متكلم مع الجهاز ومتفقين على الخطة اللي هيشتغل فيها في الأربع مباريات القادمة مستر بيتسو موسيماني وجهازه وجهاز الإداري ما بيسبوش حاجة إلا ما بيتكلموا فيها الجهاز الإداري شغال على التأشيرات وشغال على الصفر إلى دولة المغرب كل شغال في تخصصه وكل واحد في النادي الأهلي كالعادة النادي الأهلي كل واحد في مكانه بيشتغل وبيعمل شغله أهم حاجة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يكون التوفيق بس موجود معنا يوم الخميس وانفوز على فريق كبير طبعا هو فريق بيراميتز في بطولة الدوري على استاد الأهلي والسلام من خلف التمرين هيبدأ بعد قليل يا رب بإذن الله دعواتنا ودعوات كل الأهلوية يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله زميل العزيز شريف شعبان مرسل قناة الأهلي أنا بشكرك شكرا جزيلا كل هذه المعلومات والإضاحات وبإذن الله يكون استئناف جيد للمشوار المحلي أربع مباريات ب12 نقطة مهم جدا تحرز النقاط الفترة القادمة عشان تضييق الفارق وتوسيع الفارق بعد ما تنتهي بالمباريات التمانية الموجلة عشان تكون أنت أعلى من الزمالك بأربع نقاط